مساء الخير اكيد ماكو اطيب و احسن انظف من كيكة اللي نسويه بالبيت كيكة اليومية كيكة بطعم الكاكاو والفانيلا طيبة يلا نشوف المقادير خمس بيت ضرب درجات الغرفة كوب سكر خلطتهم تقريبا اربع خمس دقائق لان ما حصلت على هذا القوام نضيف بقية المواد اضفت ثلاث اربع كوب زيت و كوب حليب الكوب هو نفسه اللي استعمل لكل الوصفات الكوب المعيار يعني خلطة خفيفة يعني ما اطولها يمكن بس دقيقة اضفت ملعقة شاي هيل وهذا قشور برتقال اضفت ثلاثة اضفت ثلاثة ملعقة شاي تكون مليانة باكين باودر بس خلطة خفيفة اتأكد لأنه كل الأشياء اضفت ثلاثة اضفت ثلاثة جانسد هذا هو القوام المطلوب كيكة كلش سهلة وطيبة وناجحة القالب دهنته شوية بالزبدة اضفت ثلاثة اضفت ثلاثة كل الأطراف صارت مغطية بالزبدة ورشيت رشة خفيفة طحين هنا انا صبيت الخلطة كلها بقيت شوية نظفت الكاكاو اللي بقيته شوية مع شوية حليب خلطتهم وصبيت هذا بنكهة الكاكاو فوقاتهم يجي اتأكد اللي صبيتها كلها يعني بالنص ما اروح على الأطراف هنا انا اسوي هالحركة حركة دائرية يجي حتى اخترت جانس المواد هسا اضيفها بالأوبن بعد ما سوت الحركة يعني حتى يطلع الهواء منعدها على درجة حرارة 350 55 دقيقة بالضبط ما افتح الباب وهي النتيجة شو بشت حلوة هكيكا هشة يعني له مالتها ماشا الله كلش عالية هاي النتيجة اخليها تبرد تماما بعدين ابدأ اقطعها شو بشلون ولا شو بشلون ولا شو بشلون بكل كاكك طلع وهي ورما قلبتها بردت قلبتها على واجهها وانا ابدأ اقطعها خلينا شوف اول قطعة شلون تطلع ماشا الله شمت على شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة